النهاردة هنتكلم عن تسريبات الحلقة رقم 14 لمسلسة الحيرة بنشوف سمر وسهيل الشقة بتاعت سمر بيمسكوها يبهدلوها كأن في حرامة بالضبط دخل عندها ودي جزء من الخطة أما بالنسبة المديحة فكانت بتفكر في كلام عدنان إن هو عايز يجوز سليم لفريدة وكمان بتفكر في كمال قد إيه بيحبها ومرتبط بيها وعايز تجوزها وكانت متضايقة جدا بعد كده بنشوف فريدة بتتكلم مع جمال كان في قطة لما بيخرج عدنان مديحة بتحاول طبعا إن هي يداري عليهم فبتقفل الأوضاء عدنان بيسأل على جمال فجمال بيخرج من قطة روايدة نايمة بتصحيها أختها رحت عليها نومة المفروض النهاردة هتروح على الدوم بتاعها كمان بيتصل بيها وبيقول لها إيه اللي خلاكي ما تصحيش لحد دلوقتي يلا قومي قالت له خلاص خلاص أنا على طول أهو وبتروح تلبس علشان تجهز وممتها بتقول لها كمان هيروح معاكي ليه قالت لها ما هو اللي جايب للشغل انتناسيا إن كان اللي حشتغل فيه ده تبع واحد صاحبه بتجهز وبتلبس علشان كمان حيجي ياخدها بتدخل بعد كده مديحة وبتتكلم معها كمان في موضوع هند وإزاي أسع عليها وزعق معاها وإنه لازم يصالحها وإن ده ما ينفعش والبنت لها أهل بينما من لاي بعد كده سمر بتتصل بجمال كأنها منهارة وبتقولوا لحقني دخلوا جماعة حرمية في البيت وأنا خايفة جداً وكمان بيهدروا البيت واعتدوا علي بيروح جمال بسرعة بعد ما بيعرف كده وبيخد معها عدنان بينما هند بتروح لمديحة علشان تشوف كمان روايدة بتجهز علشان خاطر تخرج معا كمان على الشغل الجديد اللي هو جابه لها الأم بتلاحظ إن هي ممسوطة جداً علشان خاطر هي بتحب كمان وسام بييجي بتستقبل روايدة بتقوله على موضوع الشغل الجديد وإن هي مستنية كمان هند بتواجه كمان بيقول لها انت عايزة اي تاني جاية دلوقتي تعملي مشاكل بيني وبين أم زي ما عملتي مشاكل بيني وبين أبويا عاملها وحش جداً ثرع عليها وغضب منها وهي كمان كانت متنرفزة جداً في اللي بتزعع فيه وطولة انت تغيرت ما بايش تحبيني زي الأول ولا كمان بقيت تتصل جمال وعدنان بيروحوا على طول على بيت سمر بتتظهر إن هي يعني كان فيه جماعة حرمية وكمان كانت خايفة جداً بيحاولوا يهدوها عدنان بيمشوا بيسيب جمال معاها بيتصل جمال بالشرطة منلاقي إن وسام قاعد بيتكلم مع روايدة بييجي بعد كده كمال الشرطة بتيجي وبيحققوا في الموضوع سمر بتحكي لهم اللي حصل أما بالنسبة المديحة بتتكلم مع سعاد في الموضوع اللي بيحصل ده كمال واخنقته مع خطبته ولا جمال اللي بيحب فريدة ومش قادر إن هو يجاوزها ولا بنتها اللي زعلنا بسبب موضوع الحمل فقام تتصل ببنتها علشان تطمن عليها بينما فريدة بتقعد بيقدرها على موضوع سرقة سمر وإن جمال راح هناك صعبان عليها جداً البنت علشان عايشها لوحدها ودخلوا الحرمية عندها أما بالنسبة لي كمال فبييجي بيقعد معه سام ورويدة ونظرات إعجاب بينهم وبيجهزوا علشان خطر يروحوا الدوام وساعتها وسام بيتأكد إن هم بيحبوا بعض بينما بعد كده بنشوف أم رويدة بتتكلم مع وفائه شغالة عندها وبتقولها في مشاكل ولا حاجة أنا الشاهمة في إيه بالزبط أنت تطولي الوقت متضايقة بتعيط قررت لها إن هي مش بتخلف إن هي متجوزة بقالها كم سنة لكن للأسف يعني حملت مرتين وما حصلش نصيب وإن هي نفسها تجيب طفل يبقى معاها بتحاول بلقيس تهديها بينما وسام بيبص الكمال وبيقول له أنت هتاخدها الدوام قال له أيوة أنا عارف المكان اللي هتشتغل فيه ولازم أوديها أما بالنسبة لسهيل فبيتكلم مع سمر وبيتفقوا على كل حاجة سمر كانت مع جمال بتلبس وبتقول له هنروح فين قال لها هنروح البيت ماينفعش هسيبك لوحدك ولازم كمان نتكلم شركة أنا علشان تيجي تحرسك وتحرس البيت ماينفعش أنت عيش لوحدك وأنا مش هسيبك وأنا عندي شغل ههديك البيت وروح على الشغل على طول بينما كمال وسمر بيستأزنوا علشان يروحوا على الشغل وسام بيقول أجي معاكو ردت روايدة قالت لا لا فطبعا ادائي أما وفاء فبتعيط وبتحاول بالقسط هديها وتقول لها أني لسه العمر يبدري عليها وأن هي صغيرة لسه في السن وتقدر أن هي تنجب أطفال لكن سمر بتروح هي وجمال على البيت وبتستقبلهم فريدة سمر بتدخل وبسلم عليها وبقعدوها وبيهدوها هنط موجودة في المحطة اللي بيروح فيها كمال دايما وسام وبتشوف التاكسي بتاع وسام فبتروح علشان تسألوا عنه أما بالنسبة الروايدة فبتشكر كمال على موضوع الشغل وأن هو ساعتها ووقف جنبها ويروحوا على المكان بتاعهم علشان يأكلوا فيه بلا ما هنت بتسأله سام فين كمال قال مش موجود قالت يعني كذب علي قال لا طبعا أكيد هو كان هنا بس يمشي هو هنا ليه هو بييجي هنا أصلا كتير ليه بيعمل ايه هنا قول أنت لو ما قلتش أنا كده كده هعرف لكن مش بيردى يقول حاجة بنشوف بعد كده كمال وروايدة موجودين فيه المكان اللي بيعودوا فيه وبيأكلوا وبتشكرها على كل حاجة فريدة بتحول تساعد سمر وبتجيب لها غطى وبتوضب لها المكان اللي هتقعد فيه بيتصل بها كمال وبيقولها لازم تلبس العوضة بتاعها وتيجي لكن هي قالت إنه ما ينفع وقال لها لا ينفع سمعتهم سمر وكانت مركزة معاها قالت لها روحي أنت إن معاد بتاعك وطبعا سمر كان فيه خطة في دماغها بينما كمال قلت مع روايدة في المطعم بيقولها إنه هو كان هنا وبييجي قالت له مين اللي كان قاعد مكاني لكن رده وقال ما فيش حد أنا باجي لوحدي وسام بيقول لهند إنه ما يعرفش حاجة وهند مصرة تعرف ليه كمان بييجي هنا أما بالنسبة لفريدة فبتقولها سمر استعجي عشان تخرجي وبعد كده بتعمل نفسها بتتكلم في التليفون سمر يعني بتروح على قودة فريدة بتتسحب وبتدخل وبتحط صورة سليم اللي ادهالها سهيل وقال لها لازم أول ما تروحي البيت وتدخلي بيت عدنان أول حاجة تعمليها إن كنتي تدخلي على قودة فريدة وتحطي صورة سليم علشان يتأكدوا إن هما على علاقة مع بعض وإن سليم فعلا حبيبها بعد كده بتدخل سمر بتحط الصورة وهي بتدور مرتبكة كده بتدور على العقد بتاع فريدة ما خدتش بالها من السلسلة اللي هي نص قلب اللي هي معاها النص التاني بتاعها يعني ما خدتش بالها إن فريدة أختها واستمرت في انتقامها لقيت العقد اللي قدموا لها جمال في عيد الميلاد بتاعها أخذت وسرقته وخرجت برا القوضة الفيديو بيخلص ويا رب يكون نال إعجابكم وده كان تسريبات للأحداث الجاية من مسلسل حيرة ويا رب الفيديو يعجبكم أحبكم كل شي هواية ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنزلك باي باي